لا أوفي بنتي ستي؟ لا لا ستي؟ رح أتصل فيها تيجو وينك؟ أنا هون بتصل فيكي بعدين بنتي رح سكر هلأ أنا كنت عم بحكي مع أختك أوفي هي مبسوطة كتير مبسوطة بس هي كمان بتطل بتقيد الشغل كتير جيبوا هدي كل مرة لي بلاقيمة لهون هي بلاقيمة؟ إيه هيا الكلمة بتلبقلة كتير بهذا الوقت لكن هي تعبت ابني مازن كتير بالـ 18 سنة اللي مضوا بس بعد هدول الـ 18 سنة لما عرفت هي إنه ابني مازن رجع كرجل أعمال ناجح بكندا رجعت لحياته دغري وبسرعة ما أصرت وخربت عليه كل شيء وطلبت الطلاق هالشيء معناتها إنه هي هلأ بدها تطلب منه نفعة جديدة ستي هلأ اتذكرت تعرفي وين هنن وراء الطلاق قصدي وراء القضية بدي شوف هدول الوراء هنن بالمحكمة بالمحكمة لازم يكون عندك نسخة منهم بس أنتي شو بدك بالوراء بنتي أه؟ أم عاطيني هدول الوراء ياللي رح أعلمه إني رح فرجي الوراء لأوفي ورح خليها تشوف إنه وقعت وراء الطلاق وأنه هي اللي محبة تكون جزء من عائلتنا فلش أوفي مصررة تخليها تجي على البيت؟ اي صح؟ هي فكرة كتير حلوة ايه؟ هالشيء معناتها إنك انتي رح تفرجيهم لأوفي وهي وطا رح تفهم أممممممممممم ستني شوي لأجيبون رح شوف هدول هنن هدول هنن ستة هذا التوقيع هي وقعت عليهم وبعتتهم كمان لهن من شوي ستة قالت لساشي انه هي زورت ووقعت على هاي الوراء وهلأ عم تدعي انه ماما وقعت عليهم ايه وين شارت تيتيجو لا تخافي ستة كل شي رح يكون منيح اكيد كل شي رح يكون منيح بنتي ارجون مكان لازم تيجي لهون ارجون روح ليك ارجون انت وقوفي متزوجي وهي مرتك هلا انت بتعرفي انه تزوجت غصبا عني بورفي ومو مناسب اني اجي لهون بس مناسب اليك انه تكذبي علي وانا بشو كذبت عليك انت حبيتيني صاح وقلتي انك مرح تتركيني لحالي طلعي علي انا واقف لحالي قدامك تعرفي قديش انا وحيد بسببك انتي انا تزوجت اوفي بس لانك اصريتي بورفي كمان صدقت كل شي قلتي ليها بهديك الليلة ارجون تزوج اوفي كرمالي شو؟ امي هيك رح تقدر ترجع عائلتا وبناتا من شان يعمل هيك ارجون لو تمحت مترجاي وافقت على كل شي قلتي ليها على انه الحقيقة بس مجرد حقيقة ناقصة وباقي الحقيقة هي انك انتي واختك اوفي عملتوا هذا الاتفاق علي انا والمقابل كان الهدف سعادة امك انتي ليش ما قلتي لي على الحقيقة بورفي كنت بتتزوج اوفي لو اني خبرتك بكل الحقيقة يعني انتي مفكرة اني رح اقدر عاملها لقوفي كزوجة وانا بعرف هالشي وكل شي رح يكون طبيعي لك ارجون اذا انت عن جد حبيتني من قبل انت لازم اتعامل لقوفي كزوجة اليك ارجون ابدا لو سمحت وعدني ارجون ارجون اي 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 انا بوعدك تتذكري لما قلتلك اني انا ما رح اتركك ابدا وما تركتك انتي كسرتي الوعد انتي لي تركتيني بورفي مو انا لك ارجون ما في فايدة من النقاش بهذا الموضوع رح يكون من الافضل ما نلتقي ابدا لا تجوا وتشوفني مرة تاني اوفي رح تفكر اني عم اتدخل بيناتكم اوفي اللي فاتت بيناتنا اوفي هي اللي فاتت باني وبانك خلاتيها تفوت بيناتنا بسهولة انا اللي سمعت منك ورح تتزوجت اوفي وهلأ عم تقليلي ما اجي شوفي مستحيل خلي هالشي يصير ارجون لو سمحت ارجون لا تعمل هاي انتي اخدتي اللي بديك ياه وحصلتي على سعادة امك مبسوطة هلأ رح اعمل شو ما ربدي لهيك هلأ واجهي الموضوع لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكون اول من يشاهدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر